ظن أنها ستظل طويلا مساحة للعب ولم يخطر ببالهم يوما أنها ستتحول في عهد جماعة الحوثي إلى مقبرة حيث تستعد هذه المساحة لاستقبال ضحايا مقاتلية الميليشيا كفائض عن المقابر المستحمة بالقتلة وتلك طبيعة المثقلين بالحرب يوسعون لها الأرض ليست حدائقا ولكن مقابر في محافظة ذمار أكبر المحافظات التي تزود جبهات الحوثي بالمقاتلين أقدمت الجماعة على استقطاع مساحة أرض لتوسيع مقبرة العمودي وسط المدينة مطلقين عليها اسم روضة الشهداء وهي إشارة إلى أن نوايا الحوثيين وصالح بشأن الحرب تتسع ولن تهدأ قريبا إذ ما يزالون يدفعون بأبناء هذه المحافظة وغيرها إلى المحرقة خلال الأسابيع القليلة المنصرمة تزايد عدد قتل الميليشيا خصوصا في محافظتي شبو وتعز كما تحدث مصدر طبي في مستشفى في محافظة ذمار أن أغلب مواكب القتل من هذه المحافظات بالإضافة إلى الحدود اليابانية السعودية لهذا أقدمت جماعة الحوثي على توسيع المقبرة الخاصة بقتلاهم ليس فقط تغذية للكراهية وإنما لاستمرار الحرب